قامت الفرقة الهندسية أو فرقة الهندسة العسكرية بتطهير الأحياء المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش نفذت عمليات تطهير في أحياء السلام والشيماء والسومر والتي أعلنت القوات العراقية عن استعادتها يوم أمس لأحد حسب ما أعلنته مصادر عسكرية مبينة أن عددا كبيرا من الألغام والعبوات الناسفة تعالج حاليا لضمان أمن القوات الأمنية والنازحين عند عودتهم